أن تنتبه المرأة أنها لا تتعطر و هي تعلم بأنها ستمر على رجال أجانب لا تتعطر و تعلم بأنها ستمر على رجال أجانب أو ستكون في مكان فيه رجال أجانب يشمون رائحتها لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح نهى المرأة الذاهبة إلى المسجد ذاهبة إلى المسجد أن تتعطر فيشم رائحتها الرجال نهاها و زجرها و أمرها بأن تعود وتغتسل فكيف بالمناسبات هذه ولذلك المرأة تتعطر في محيط أسرتها بين محارمها وبين أهلها وبين نسائها بين نسائها وأما إذا غلب على ظنها أو أنها اعتقدت بأنها ستكون في مكان أو في مجتمع يشم رائحتها الرجال الأجانب فتنتبه من هذا لأن هذا عده العلماء من الكبار لورود النهي الشديد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم